السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم معكم محمد الصغير في حلقة جديدة عن مدوينة العالم الافتراضي في هذه الحلقة سأوليكم طريقة لوضع أكثر من باسوورد لشاشة القفل الخاصة بك كيف يتم هذا لاحظناي عندما أقوم هكذا أقوم بإغلاق شاشة القفل عندما أقوم بالفتح على سبيل المثال أضع واحد 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 تم فتح الهاتف أقفله مرة أخرى وضع اثنان 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 تم الفتح كذلك أضع في هذه المرة التالية ثلاثة 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 يعني ليس بالشرط أن تكون نفس الباسوورد ولكن يعني تضع أكثر من باسوورد حوالي خمس باسووردات أو ست باسووردات من اختيارك تكون على سبيل المثال سنة ميلادك تكون أرقام أنت تقوم بكتابتها فقط بتنزيل الأداء هذه الأداء تعطيك حوالي خمس كلمات مرور كما ترى هنا باسكود وان باسكود تو تري فور فايف تقوم بتنزيلها من السيد بعد ذلك تدخل إليها تقوم بتفعيلها من هنا ثم بعد ذلك هنا تكتب أي باسوورد تريدها يجب أن تكون طبعا إذا كنت فعلت الرمز الدخول أربع أرقام فيجب هنا كتابة أربع أرقام ولكن إذا وضعتها كلمة سر طويلة في يعني سمي حركة تكتب أي كلمة مرور تريدها بعد ذلك تكتب هنا كلمات المرور التي تريدها هنا كما ترى هنا وضعت ثلاثة 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 بعد ذلك تعود إلى الإعدادات وتقوم بإقفال الشاشة هكذا في المرة الأولى عندما تقوم بالتمرير ستقوم بإدخال الباسوورد الحقيقية حتى يتم تفعيل الأداء بعد ذلك تستطيع الولوج باستعمال الباسووردات التي قمت بكتابتها إذا لنجرب على اسمي مثال 0000 كما ترى هنا كما قلت لكم ستقوم بإدخال الباسوورد الحقيقية التي لم أقم بوضعها في الأداء الآن أصبح بإمكانك استخدام الباسوورد التي قمت أبيت خاليا 0000 يبدو أني لم أضع 0000 22 كما ترى 33 كما ترى حتى 5 5 قمت بوضعي هيدا لنجربها كما ترى مشاهدي الكريم أتمنى تكون هذه طريقة لعجبتك رجائني لعجبتك هذه الحلقة لا تبخل عليه بزر لايك وسبسكرايب ولا تنسى كذلك الالتحاق بصفحتين على الفيسبوك وزيارة المدونة H3VW.com يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات وأخبار في كافة المجالات التقنية والمعلوماتية نلتقى في حلقة قادمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته